أنا أفتكر بأن بورسودان هي بلد مضيافة ومترامية الأطراف ويمكن فيها زي عشر محليات وهم أهلها الكرم وهالضيافة وزي ما أذكر بأنه الإيواء للناس النازحين كان بمستوى راقي جدا جدا في منظمات مجتمع مدني عملت عمل كبير في الإيواء للناس ديال من أدوية وعلاج أنا أفتكر بأن بورسودان هي البديل وفتكر بأنها ممكن تقود كعاصمة للسودان نعم وفتكر بأنه برضو فيها بنيات تحتية يعني زي الجامعات والكليات الموجودة والبداع دي كلها ممكن تستوعب ولكن سيد شاكر ولاية البحر الأحمر واجهت تحديات كبيرة وحتى الآن تواجه هذه التحديات بسبب طبعا تمركز الخدمات كان في الخرطوم في السابق يعني كيف يمكن حل هذه الإشكالات بتنمية البنى التحتية في وقت سريع في هذه الفترة التي تعاني منها البلاد كلها من اقتصاد سيء أنا أفتكر بأنه يعني كما ذكر بأنه المعضلة الموجودة في برسلان هي مشكلة المياه والكهرباء فإذا تحلت هذه المشكلة أنا أفتكر بأنه التنمية ممكن تكون متطورة ومتقدمة فدي مهمة جدا جدا طالما بيجد في عاصمة إدارية أنا أفتكر بأنه تنتبه الحكومة لهذه المرفقين وتطورهم لأن أفتكر بأنه يدعاني من سنين في هذه المعضلة تحت الكهرباء والمياه ترجمة نانسي قنقر